لا بالتأكيد المرشح ليس حراً هناك ضوابط وهناك قواعد قانونية وجدت في قانون الانتخابات وكذلك هناك تعليمات صادرة من المفوضية حول ضوابط الدعاء الانتخابية بالمناسبة القانون صنف ما أشرتهم إليه في التقرير من وعود انتخابية أو من تقديم بعض يعني الوعود للناخبين أو تقديم خدمات أو كل ما يصنف على أنه استغلال لحاجات الناخبين صنفت على أنها جرائم انتخابية جرائم انتخابية قانوناً لأنه يعني سئلتيني على التوصيف القانوني توصيفها القانوني هي جرائم انتخابية المفوضية لديها فرق رصد تستطيع أن ترصد كل هذه التجاوزات وبإمكانها أن تطبق القانون بحذافرة على هؤلاء المخالفين هل تطبق هذا القانون على الانتخابات السابقة حتى يتطبق اليوم على المرشعين؟ نعم طبق ما هو أقصى منه عندما كان قانون الأمر 97 الأمر 97 اللي هو يعني قانون الأحزاب القديم كان يمنح المفوضية صلاحيات كبيرة أنا حقيقة مع الضوابط الخجولة خليني أسميها في القانون لأنها قد لا ترقى لأنه يعني أقصى عقوبة هي تكون عقوبتها مالية أو عقوبة بسجن لكن أنا حقيقة أدعو المفوضية من هذا المكان أن تستفيد من الدعم الحكومي لأنه مجلس الوزراء أشار إلى قضية استغلال المناصب وأشار إلى قضية عدم استغلال حاجة الناس للخدمات من أجل أن تدخل ضمن الدعايا الانتخابية ترجمة نانسي قنقر